احنا معنا دكتورة نانسي زي ما قلت لكم دكتورة نانسي ماهر هي خبيرة علاقات أسرية ومرحلة المراهقة بتكتب كمان في جرائط كتير قوي اليوم السابع وجرائط كتير مشهورة معروفة في مصر اهلا بك يا دكتورة نانسي ازايك اتسدفة من قريبة علينا ولا عني انا شخصيا انا دكتورة نانسي عطول استانجت بيها انا والمراهقة الجميل اللي عندك دكتورة نانسي الحقيقة نانسي روح مع معا سوا معي زي العمر بصراحة بحاول ما بقاش ام قاهرة مسيطرة لا بالنسبة للي حكيتو النهاردة انت مش ام قاهرة خالص خالص طيب نفسي اعرف منك ونفهم كلنا طبيعة الشخص اللي بيبقى راضي ومستسلم يعني في كل القصص اللي احنا سمعناها ولسه حكين القصص هيبا ملاحقتش تحكيها بس انا لازم احكيها عن ليه الشخص ده دايما بيبقى راضي ومستسلم يعني ليه طول ما انا حاسة ان انا مقهورة مش هقدر يعني مش هتكلم هسكت هنال طول ما انا حاسة ان انا مقهورة بالزبط والموضوع كله حاجة ليها علاقة بالأنا حاسة بايه مش ايه الموقف الفعلي يعني انا شفت حالات كل الظروف صعبة وضدها بس هم عندهم حاجة اسمها كور بليف يعني وعندهم ايمان يقيني ان انا مهما كانت صعوبة المواقف انا هتصرف وهواجه وهعذي وهبقى احسن المشكلة بتحصل امتا لما الشخص يفتكر او يحس انه هو مغلوب على امره وديه في بعض العلوم يعني زي انا البيو الحاجات دي اسمها الليمتينج بليف او الفكر اللي هو مقيدني بس مش شرط يكون حقيقي فبيبقى الموضوع ليه ابعاد كتير قوي زي فكرة ان انا فكرة ان انا مثلا لو سبت البيت انا هتشرد لو لو طلعت من البيت بالقصص اللي بتحصل يعني زي اللي حكيتوها دي لو طلعت من البيت انا هيقتلوني هقسر عيالي او هقسر عيالي او مش هارف اتصرف او مش هارف اعمل حاجة بيبقى الموضوع كل الحكاية بابا كده شبح كبير احنا مصورينه قدامنا ومصدقينه وعايشين فيه وبنتصرف على اساسه طيب خليني اسألك كمان في حاجة هبة ملاحقتش تحكيها وهي بتتكلم معي عن الاطفال اللي بتتدرب وتتحرق وتتلسع شعرف ايه ولا طب يهبة وهما كانوا بيجوا يشتكوا بايه يعني ولا بيزعقوا بيدربوا اهلهم يعني بيبقى رد فعلهم ايه قدام القهر اكلي ولا حاجة بيسكتوا خالصوا بيناموا نوم عميق بيناموا ده اكتئاب ده بيانسحبوا نوم ده اكتئاب هروب 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 من الواقع يعني ازاي بقى بتعرض لكم الاهانة دي وفي الاخر بنام يعني انضرب ونام هروب من الواقع وبيبقى نوع من انواع خلاص بقى ده السيستم يعني في زوجات وصلت لمرحلة من فترة كده كان فيه مسلسل بيناقش قضية الضرب بتاعت الزوج لزوجته وكانت الموضوع كله حتى يعني كانوا عاملين زي جدول معين بموعيد بالضبط بالموعيد فللاسف الشديد ان الشخص المسيطر ده بيحط التاني اللي هو المقهور سواء هو زوج لزوجته او اب ابنه او مدرس للولاد او يعني وتقفر يعني صاحب سلطة اي حد صاحب سلطة زي ما قلت بيحط الشخص ده في خانة انت مش انا هرسم لك دايرة وانت مش هتطلع برا دايرتي فيبقى الموضوع كله ماشي في سكة ايه اصلا انا ما ينفعش هتطلع برا الدايرة في حين ان فيه ناس بتمسك استيكا وتمسح الدايرة دي وتطلع براها وتواجه الحياة فالشخص اللي بيقذي والشخص اللي بيسيطر بيوهم الضعيف ان انت خلاص كده انت هتمشي على الخطوات دي فالولاد حرام بيجي لهم اكتئاب بيجي لهم هروب من الواقع الهروب ده ممكن يبقى هروب في عالم افتراضي اللي هو مثلا لو سنة معين موبايل او مستوى اعلى شوية يعني من الحاجات ماديا احسى معين موبايل او حاجة بيعمل لنفسه عالم على السوشال ميديا افتراضي يسموه العالم افتراضي عالم مش حقيق ويمكن ده من الحاجات اللي الاهالي بدأت تفوق فيها لما ظهرت لعبة الحوت الازرق قريب اللي هو اللعبة اللي بدأت تغزي عقول الولاد وتعلي الاكتئاب في اذهنهم وتوصل بهم ورحانهم ما ينتحر طب هو بينتحر ليه طفل في السن ده ايه الحاجة اللي يكون شافها تقنبه وتعذبه في الحقيقة ان الاهالي من سن سنتين ويمكن اقل ما بيستحملوش مع دهمش طولة بل تربية الولاد فبيضحنوهم ضرب يعني انا افتكر مرة حد بعتلي انا مش عارفة ابني عصبي جدا ودايما بسأل السؤال ده هو مين بيتعصب عليه فانا بحسبها ابنها ده كبير فبقولها ابنك ده عنده كم سنة قيتلي عنده سنتين فانا سنتين اه في نظرية اسمها تارب التولس رقم اتنين المفزع وكل حاجة بس هو المشكلة لأ انت بتعمليه كأنه حد كبير وبتطلعي فيه بقى كل اللي جواك وما ادراكي بقى باللجواها ده طيب خلينا نمسك برضو ايه حتة الشخص المسيطر بقى نفسه احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنقول انه اوقات واحنا الامهات والناس والضغط والازواج عندنا ضغوط كتير فبنا نفجر بالزبط بقى نفجر بقى في العيال بقى نفجر مش عارف ايه سعد بقى عايزة مصلحتهم مش عارف اوصلها ازاي فدي طريق التعبيري ده يفرق ايه عن الشخص المتحكم وازاي اعرف ان انا يعني انفجرت كده مفجر عايزة عشان انا غضبت فانا انفعلت ولا ان انا بسيطر عليهم فعلا الشخص اللي بيسيطر ده بيعمل كده ليه اصلا هي فيه اسباب كتير من ضمن الاسباب الكبت ان الشخص المصريتر ده وهو صغير كان مكبوت وهي يعني مسيبة قالت حاجة حلوة قالت ان هو يعني ممكن يكون بيعمل العكس او يعني او كانت مكالمة مش فاكرة مين اللي قال بس في الحقيقة ان فيه شخص اتكبت اتخزن احساس ان انت عشان تتربى انت كان لازم تتضرب فاول ما لقى اطفال قدامه بالنسبة له الاطفال دول عشان يتربوا لازم يتضربوا فده احد الاسباب فاعلان هو ده الايجاب الحاجة التانية انه فيه ناس بتبقى للأسف عندهم نوع من عدم السوية والامراض النفسية زي مثلا النرجسيين اللي هم بشكل مرضي دول بيبقوا ايه بيبقى هو بيلاقي نفسه طول الوقت من تكسير الناس اللي حواليه ده بقى على اي لفل لو مدير يكسر كل موظفين والزملاء اللي حواليه عشان خاطر يفضل هو يتغذى على الادو اقسل من دوحه انا ونفسي وزيز انا انا طول وقت وبيتغذى على تكسير وتحطيم الناس اللي حواليه فده لما بيبقى زوج بيبقى صعب جد لانه هو مثلا بيبقى طول الوقت عايز يحبط مراته ويكسرها ويحطم فيها وما يديهاش فرصة تنجح ويمكن ما يشغلهاش اساسا بسبب او لمصلحة ان يكون ايه هو دايما اللي ليه اليد العليا في حين انه لو هو يعني اتعالج او واجه مشكلته او حس كده فيبقى مش هيعمل ده اساسا او هيلاقي حل مع نفسه قبل ما يطلعه في الناس من ضمن الاسباب اللي بتخلي المسيطر يحب يسيطر هو الفقدان الرهيب في الثقة في النفس وده بيبقى ملمس شوية مع اللي قبلها اللي هو انا طول الوقت عندي شعور بالنقص نتيجة ان طول الوقت انا كنت بقى انتقد وانا صغير او يعني كان الناس كلها بتحطمني فانا خلاص انا لازم الاقي نفسي بقى باني افرد ذاتي سروق العنف او عن طريق العنف وده بيعمله على الاولاد وبيعمله على الزوجة وبيعمله على زملائقه في الشغل وفيه ناس شفتهم بيبقى مثلا في الشغل مضغوط جدا ومقهور يروح البيت يطلع كل كهره ده في امراته فيبقى هو مثلا في الشغل مش ناجح او مش عارف يبقى له شخصية او كيان اول ما يروح لمراته ينقل لها وده بنسميه اسقاط ينقل لها كل المشاكل اللي جوادي فيها فهي تبقى قاعدة تصدق بقى للأسف تصدق ان هي اللي مش نجحة وتصدق ان هي فيها مشكلة وتغيط كمان بالتبعية تفقد ثقاطها في نفسها فحياتها تتدمر فهو بيجو في الشغل تقوم بالزبت 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 هو الولاد للأسف هما الحد الضعيف اللي ما بيعرفوش يرده اللي بيتقهره رغم ان الولاد دلوقتي الى حد كبير عندهم علم وعندهم وعي وشفت كذا طفل بيطلب من مامته ان هي توديه كوتشنج او توديه حد يساعده فده في حد زيته خلق الكلام بس طبعا مش في كل الاماكن ومش في كل المحافظات ومش في كل المستويات اكيد في درجة معاينة من الولاد بيعملوا بزبت دا ما قلت بيتضرب وينام دا الولاد في الفيديو كان بيقولك دا بابا دا ينفخني ينفخني سباك دا اخر منه قلم فدا يقول ايه دا خلاص استنى القلم ويمشي فيه ولاد بيبقى بيقولوا كده بشكل هزار ان سيطرت بابا غير الموجود يعني فيه ولاد بتبقى بتبقى فعلا ايه الدرب مش درب الدرب مش قزية هو زق اللعب كلام كده دا بيبقى هو علاقة بينه وبين بابا والغطيف لكنا بنكلم في الازية وفي الاهانة وفي ان تخيالي كده طفل صغير عنده مثلا تلت او اربع سنين نايم موجوع من ماما ارازته ولا بابا ضربه دا زنبه يبقى ايه في الحياة يعني وغالبا بقى دا بيطلعه في اخواته ويبدأ يقول لبابا ومامته ايه اعمله في اخويا او اختي زي ما عملته فيا فلو ما حصلش بقى زي القصص اللي كابت تتحيكي دا ان الطفل التاني مثلا ما يتعملش زي الاول يبدأ الولد كمان غير العنف وغير الاسوى يبقى جواه احساس بالاضطهاد فده يبقى طول وقت عايش بنظرية المؤامرة فيكبر بقى يبقى ما عندوش احساس بالامان ويبقى خايف ويبقى مرعوب ويبقى بيطلع هامه بقى في ولاده وفي صحابه يعني وفي كل دا طيب انا موفاكي في كل دا ومتطفى معك انا عندي بقى سؤال في اول نقطة خالص بتاعه اللي تربى عالضرب لان دي برضو كانت ملحاجات سمعتها انه احنا تربينه كده كانت في فيديو بتاع الحلقة اللي فاتت انه ما كلنا تربينه عالضرب واتلعنا وزي الفل ما نضربش العيال ليه مثلا 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 فبردو ازاي انا اتربيت على حاجة قصية ودقت مشاعر مريرة احسن وده جميل وعادي وهي العالك والله لازم تطلع كاوش تتربى غيرك ازاي احنا بنفتكر ايه اللي شاف الازى دا يحسن وانا محتاج ارحم اللي جاي بعدية اللي شاف الازى بيفتكر ايه بيفتكر حاجتين بيفتكر انه اه كان موجوع بس بيبص النفسه دلوقتي انه هو طلع حد ناجح وكويس وشاطر فبالتالي طب ما هو انا كويس اهو تيجي بقى عشان يفتكر الاحاسيس الدقيقة اللي كانت اللي هي متخزنة عنده في اللوعي بالترتيب كده بمشاكلها بيبقى غالبا ده ما بيطلعش غير في جلسات العلاج فهو كل اللي بيفتكروا ايه ان انا اهلي ربوني بس انا طلعت متربي وكويس وزي الفن طب بالنسبة للوجع اللي كان جواك وانت صغير غالبا ما بيطلعش غير لما يبدأ يفتكر وما بيفتكش غير في جلسات العلاج والمشكلة فين بقى ان الشخصيات دي اساسا ما بتعترفش ان فيها مشكلة وبالتالي ما بتروحش تبحث عن علاج فبيبقى كل اللي شايفوا ان اللي حصل فيه ده انا ابوي وامي ربوني انا ولا غلط ولا انحرفت ولا عملت مشاكل انا طلعت زي الفل فلازم اربي ولازم بنفس الشكل انا سأل بقى على حاجة طبعا لو انا في دايرة الناس اللي انا عرفهم في ناس فعلا زي ما انت في تقولي عندهم فرط سيطرة يعني اوكي فهم مش شايفين كده اكيد انا دوري ايه ان انا اعمله ان انا احاول اواعي انه انه اللي بيحصل ده مش مصبور هنتفق على حاجة هسألك سؤال لازم اول حاجة احدد دايرة الناس دي انا فهم منها لان لو هم اصحابي هيبقوا غالبا شايفين انه انت لسه ممرتيش بكل الظروف اللي احنا فيها او انت مش عايش مع ابني في البيت فما تعرفيش وبيعمل فيها ايه فبالتالي مالكيش جعب لكن لو انا حد زو مثلا سلطة يعني مثلا جدة بتقول لبنتها كده فالبنت هتقولها ايه يا ماما منت طول وقت كنت بتربيني بنفس الطريقة فهتحس انه انت ليه بتلوميني على حاجة انت شخصيا كنت بتعمليها طب لو انا حد زو علم مثلا يعني انا بتاع مشورة او كامسلر او خادم او حد بيراعي هيسمعوا وهيواجهوا صعوبة التطبيق فانت هتعلي الاورنس اللي هو الوعي بس في نفس الوقت هيبقى لازم تفضلي جنبهم شوية وده الحاجة اللي احنا بنعمله انك تفضلي جنبهم شوية للتطبيق لان هم هيجربوا شوية ويقعوا يجربوا شوية ويقعوا سنتين او من ثلاث سنين بنمي في ابني جدا الثقة في النفس والتشجيع واني دايما بتحك في وشك ودايما ما حسستك ادي ايه جميل فعلى تمن تسع سنين بيبقى تمام اتناشر انا في بداية مراهقة بداية مراهقة انا عندي كائن متمرد بس كائن رافض للواقع بتاعه كائن مش عارف هو يعني رايح فين ولا بيعمل ده ليه كائن بيحط كلمة لماذا في جملة مفيدة بعد كل سؤال انا ليه بذكر انا ليه بروح المدرسة انا ليه بيكل انا ليه باشرب انا ليه بروحي كيني انا ليه بعمل ايه انا ليس حيت ما تسيبوني نايم مثلا فالمشكلة بتحصل امتى المشكلة بتحصل ان انه انا بعجز انا كاب وكاوم بعجز بس في نفس الوقت لازم استنفس كل الطرق من المحايلة والعقاب على فكرة احنا نقولش عقاب نقول تأديب اللي هو ايه فيه طريقة جميلة قوي للتأديب هما اربع خطوات هي هيها نفس الخطوات اللي بستعملها مع اي حد قاهرني اول طريقة اقوله على فكرة اعبر عن نفسك على فكرة انا متضايق من واحد اتنين ثلاثة على فكرة يا ماريو لما جيتي ضايقتيني او او ازيتيني او منعتي عني التليفون مثلا او كده او حبستيني في البيت انا اتضايقت فطبيعي يعني الاب والامة يشوفوا الولد انت يعني طبيعي ما احنا عاوزين نضايقك فالحاجة التانية بس يا بابا ويا ماما انا حسيت بكذا فغالبا ما بيحسوا يعني ما بينفعلوش لان الجرم او الحاجة اللي هو المشكلة اللي هو عاملها اكبر بكتير في نظره من عضايا مستقبله مش هيزكة فسياسة التقديب ايه ناخد جنب الاب والام الاب والام اول حاجة يقولول ولا دي حبيبي اللي بتعملو ده ماينفعش هتقوليلي دي حاجة طبعا غالبا هو مش هيسمع الجملة دي اصلا مش مشكلة المرة التانية حبيبي على فكرة انا نبهتك قبل كده ان ده ماينفعش فالنهارده انا بديلك اول تحذير فهو يبدأ يحس ان اللحجة اقوى شوية بس غالبا برضو مش هيتقصر المرة التالتة بص انا اديتك اول تحذير التاني قولي مع عضمة لسانك كده لما تعمل كده تاني اعمل معاك ايه فيبقى هو عمل ايه اصدر الحكم من بقه فغالبا لو هو يعني مش حويت هيتطلع حكم بمنتهى البراءة لان هو هينفد من العقاب او من التقديب في المرة دي المرة الرابعة انا هنفده فيبقى انا كده انا عملت ايه انا اديتك محاولة مرة واثنين وثلاثة ده يطبق على اي شخص بيقهارني او بيضايقني الزميل معايا في الشغل بيقولي كلمة بتضايقني فانا هاجي اول مرة وبيحرجني قدام الناس مثلا هاجي اول مرة اقوله على فكرة انا الكلمة دي احرجتني ومش عجبيني فغالبا انا ما كانش قصدي وبتاعه والموضوع هيتقفل هو هيتجاهل اللي انا قلته تاني مرة على فكرة لو عملت كده تاني انا هتطر احرجك وسط الناس وامشي فغالبا برضو هيتجاهل تالت مرة انا هعمل ايه يا اما همشي يا اما هتزيله فرصة تانية قولي بقى لو عملت معي كده تاني يعمل معيك ايه فلو طلع حكم بقه هنفوزه في المرة الرابعة فاثناشر سنة معلش هنستحمل لانه هو سن صعب ولان احنا في بداية مراهقة بس مهما كان ده ولد الدربة هيكسر رجلته هيعلم عنده في اوطار حساسة جدا في قلبه فارجوكي مهما كان تجنبي الدرب امنعي حاجات اعنفي اعملي اي حاجة بس بناش الدرب انا هيبقى عندي سؤال في موضوع الاهل ده بس اشوف احنا التليفون لسه موجود احنا كمعانا التليفون مارينا على التليفون لسه عاد بسي مارينا هلو اي مارينا تعايز اسألكوا سؤال تفضلي انا مدرسة ايوا ومدرسة في منطقة يعني شعبية شوية اوكي فتعامل مع الولاد دايما هناك الام والقب دايما بيضربوا اوكي في اول يوم من اول يوم بدأت ان انا اقول قوانين بحيث ان انا طبعا انا رايحة بتوجه ان انا مش عايزة اضرب هو كل المدرسين بيعملوا كده بس انا مش عايزة اعمل كده حاولت ان انا استخدم التشجيع واستخدم الكلام الحل بس حسيت فعلا انه ما بيجيبش نتيجة وفكرة ان انا افضل افهم الطفل واحد واحد انا عندي اربعين طفل في الفصط فانا مفتحين ان انا امسك واحد واحد يعني اتكلم معايا بالهدوء اللي ينفع الام تعمله مع ابنها صح فمع الوقت بدأت ان لقيت فعلا مفيش استجابة اللي انا بقوله لو انا بحاول ان انا هدي الفصل او ان انا اشرح حاجة وفيه ولاد مشاغبين مش لقى اي طريقة تاني غير ان انا ازعى حتى الزعيق بعد كده كنت فاكرة ان هم بيخافوا من الصوت العالي لكن فعلا لا مع الوقت خلاص هم اصلا في البيت متعودين صوت باباهم وموتهم عاليين على طول فده كأنه طبيعي بعد شوية اضطريت ان انا استخدمت ضرب لانه لقيت هو ده الوسيلة الوحيدة ان الولاد فعلا بقوا قاعدين بيسمعوا بيركزوا بيعملوا المطلوب منهم بيجاوبوا معايا فانا ما كنتش حابة استخدم الطريقة دي بس حسيت هيا دي فعلا اللي بتجيب النتيجة فكنت عايزة اسأل بس يعني اعمل ايه عشان اقدر ان انا امشي مع الولاد دي من غير مدر مرنا بذكورت جدا على صراحتك وعلى كل حقيقة كانت واضحة وصالحة انا حاولت ادخل بالزوء مفعش اعمل هي بقى ودولة 40 فعلا وانا مش همشي طبعا ال40 يعني وضع صعب قوي وفكرة ان هي تتحكم في نفسها الموضوع صعب بس اقول لها مثال بسيط جدا من التراث يعني حاجة زي مصرحية مدرسة مشاغبين هي كانت نفس الفكرة الاحساس بتاعي يعني دايما كنت بتفرجع مصرحية دي وبتحك وبش فهم الابعيد لما بدأت شوية افهم ادخل في النفس البشرية فبقيت افكر احساس المدرسة بكمية احباط وفشل ناحية الولاد رهيبة لان هي الكلام بيتروح وبيرجع اي فيلم فيه اي فيلم كتير اوية عملت في القصة دي كانت كلها بتلعب على مغزى واحد العلاقة بيني وبين الطالب او العلاقة بيني وبين الولد في درجة معينة من الانبهار ومن القوة ومن الشخصية ومن فرض السيطرة اللي هي بره الضرب لما المدرس او المدرسة بيعملوها الولاد فعلا بيتفاعلوا معاه بشكل رهيب هنصح نصيح صغيرة خالص لان الموقف طبعا صعب جدا شوفي مين رؤساء العصابة وحاولي تستقط بيه من ناحيتك شوية انك تديهم قيادة مثلا انت جمع لي كراسات انت اقف على الفصل انت اعمل مش عارف ايه فيبدأوا الولاد يحسوا من نفسه من الاول مرة في الكون في حد الدانا مسئولية والاول مرة في الكون في حد واثق فينا فده هيبدأ يحسسهم شوية ودي جربناها فعليا مع كذا حد ان يبدأوا الولاد يحسوا انه لا انا الميز ديتني نوع من انواع القيادة وعلى قد ما تقدر ادرسي انواع الشخصيات اللي في الفصل وشجعي الخجول واوي الضعيف واستغلي القوي ان هو ده يبقى الليدر المسيطر ان يأمدحه وقوي فهيتبدأ مع الوقت تشتغل نفسيا على الولاد وكل واحد فيهم هتكسبه من ناحية هياخد وقت هياخد وقت هياخد مجهود هياخد تعب فيه منهج بيخلص وفيه سنين بتجري بس الخطة دي ما تنفزتش وفشلت يعني بجد نشكر ربنا لا كان دايما بتنفى رؤساء الفصول رؤساء العصابة الخجول الضعيف ايه لي ايه لي ايه لي ان الولد البولد اللي هو المتنمر به مثلا والمتنمر كل واحدة تدهله وادخله من داخلته محتاجة مجهود رهيب اصعب كتير من فكرة الضرب الدرب اسهل حاجة في الدنيا على فكرة بس هو هيطلع لها جيل كده ممكن لما تكبر يقابلوها ويقولولها احنا خلوصنا بسببك خليني اسألك بقى داي رجعني انه ينفع بقى شخصية مكهورة ومعرفش انا شايفة انه ماما وبابا بيربوني زي ما انت كنت قيلة مع الناس انا شايفة في فيديوهات كتير سمعنا اطفال لا انا مبزعلش عشان هما بيحبوني عشان هما عايزين مصلحة عشان هما بيحمسوني اطلع شكلي عامل ازاي وعرف منين انا مكهورة ولا لا سؤال صعب اعرف منين انا مكهورة دلوقتي بقى ينفع يعرفها لان ما فيش دلوقتي حد ما بيخاطبش الوعي وبيعلي الوعي في السوشال ميديا فيسبوك وفي المدارس وفي حاجات معينة بس ممكن يعيش حياته كلها مش حسس انه مكهور امتى يدرك لما يحصل حاجة اسمها انكر او رابط في عقله من جواز مثلا او من ولاد فيحس ان هو ما كانش مدرك ان هو مكهور غير لما يخلف ويهري ابنه ضرب او ما تحسش انها كانت مكهورة غير في اول مرة تتجاوز اول ما تتجاوز وتلاقي جوزها بيفرض السيطرة عليها فجأة وبدون اي مقدمات تتحول الى ثورجية بسميها كده بيجي لي حالات بنت اتجاوزت في بداية العشرينات مثلا وجات على التلاتينات حست انها متمردة على كل حاجة كانت قبلاها لما تعوضي تكلمي مع الشخصية دي هتلاقي ان هي اصلا مكهورة من زمان بس ما كانتش مدرك امتى بدأت تدرك لما حد اعلى الوعي او لما صدمت بصدمة كبيرة جدا في حياتها او لما شافت مثال قدام عينيها مرضيش باللي هي كتراضي بيه وفاكرة مسلم بيه فده بيطلع شكله عامل ازاي بيطلع شكله مواقد مكبوت ما بيفرغش الكابت إلا لما تيجي الفرصة وقدام الناس بيبان بيرفكت يعني غالبا الشخصيات النارجسية بيبقى بارت كبير من لو هو مش ديس أوردر يعني مرض نفسي وجينات وكده بيبقى فيه بارت منه تربية بيكبر طول وقت شايف انه هو جامد ومسيطر وكل حاجة فما بيحسش ان فيه مشكلة موسيقى